نحن لما بلاقيهم جماهير الزماني ربنا نزيدهم أول حد يدخل أنت بقيت تعمل ريتش فيك على بوستات استحالة ده يكون ريتش والله العظيم والله العظيم ما عملت أي حاجة يعني مثلا هقول لك نحن طالعين كده كده نتكلم يلا كل واحد اللي عايز يقول له هو عاوز هقول لك أنا البوست بتاع الراجل اللي شايل أحمد سيد زيزو بعد الجون استنى جابه لك البوست ده اللي شايل أحمد سيد زيزو ودالي الجماهير الراجل بتاع الإسعاف البوست ده جايب 7300 لايك وعهد الله ما انا مش عارف ازاي أنا مش عارف هو الناس بتحبه ولا ايه بالنسبة لل تقريبا كل اللي على البروفير عملوا لايك يعني مش عارف عربيين كلهم البوست بتاع كريم بنزيمة قبل كده 11000 لايك لما قلت كان فيه بوست كده على بنزيمة كان واقف ورا اللاعبة بيثقف وقدت ثم أصبح ملكا لريال مدريد بقى 11000 لايك بوست عادي خالص يعني ايه يا رزايا يا صاحبي رزق الواحد اللي احنا بنعمله البوست يعني راجل بتاع سيارة الإسعاف ده هو ده رزق بقى هنعمل ايه هنقول له لا سبع تلاف لايك على البوست تمام فعندك بقى اللايفات والكلام ده كله والله العظيم انا مالية في اي حاجة من الحاجات دي خالص ما بعرفش حتى عاملة عندك بقى اللايفات والحاجات دي 1000 لايك 1000 لايك 10,000 مشاهدة 15,000 مشاهدة كده يعني بوست ابو جبل بيت اللي عايزة التشيرت بتاع ابو جبل 500 لايك بتقمي ماشي يا فاهم انت ايتن احمد العطار نوارا الدنيا ايتن الغالي على المحترم بزيادة اللي بيحبه او محمود مونجي تفتكر لو حلقتش هنا بك وده انك شكلك يبقى ايه ابو سلمة شكلي يبقى يتفل هبقى عامل زي هبقى شبه احمد سيد جيزو كده هو حالق كل حاجة بالضبط ايت سيد عليك ادولي عمر هشام بس يذهل يجع لمستوى ثاني لمستوى ثاني ده اعلى نسخة لحمد سيد زيزو اصلا هو مرجعش لمستوى هو ده اعلى نسخة هو بقدمها من ساعة ما احنا شفناه كل صندوق يجدع زمالكاوي ده سايد الدهان عندي مشكلة مش هارف حلها مفيش واحدة في التالتة يمين حسن الزمالكاوي انشغل دوقاته هنخرب الدنيا انا فرحان لك والله مش معترض محمد جمال والله صاحبك لا موجود ناس كثير وأنت Kim هم بما اه انا مش ع أوحش اكثر أي من رجل مناور اللغة العيزين يعرف مين ,هي صفقات الزمالك الجديدة لا زال لا teme عن صفقات الزمالك يعني مسلا اقول لك على حاجة البوست جايب سبعة تلاف لايف مش عايز يعمل اقول لك انا كم احنا فين احنا فين اولا احنا فين اولا اللايف بوست حاجة مسخرة خالق كم لايك مه ه ه تخيل اتلاتين شير اعمل ايه كل سانة انتو طيب يا ملك السامت رامي والله كل زاملكاوي بيحبوك انت محترم والدوري في مائة عقبها ان شاء الله كل سانتو طيب يا واسأوز حسن الزاملكاوي اتمنى شوفك على قناة الزاملكا بوسالما يا عم انا معاكو كده زي الفل وراديو تهي مية ومية والحال زي الفل عايز ان نحضر ماشي في الاستياد نتفق ونتجمع ونروغ ونملعها ايه رأيك احمد عادل انا اصلا بلعب على ده بس انا عندي مشكلة في التطبيق اللي هو بتاع الوزارة الصحة ده بيقولي ان انا واخد جرعة واحدة وانا واخد جرعتين فعندي مشكلة كلمت خدمة العملاء ومحكي لك باو قال لي اطلع على المجمع اللي في الجيزة خدمة عملاء كورونا قلوهم انا واخد جرعتين خد الشهادة معاك تماشي مش حاجة تمشي بالسالة او لازم اعمل مشوار عادي كل البشرية خدت جرعتين وبتاق وفي الناس ما خدتش وضرب الشهادة قصد روحت ادور على الشهادة في البيت مليتهاش قلبت البيت كله مش لاقي الشهادة راحت فين فالموضوع معقد اه والله الموضوع معقد مش عارف اعمل ايه في موضوع الا اه يمكن انا حد من لايف ولا حاجة من خدمة عملاء كورونا يزبطها لنا ولا حاجة فمش عارف اعمل الموضوع تذكارتي دفعت المية جنيه اللي هي بتاعة الكيو ار كود وعملت كل حاجة بس مش عايز سجل لان انا هاوصل عليها جرعة واحدة فقط وانا هاوصل عليها جرعتين والله ندر تشكي ده هنا دراية ده تشكي مرتين انت يا سامع لشان كانت نيتها خير وكنت عايز تشكر الراجل فيها فربنا كرمك وكل بوس تنيتي خير كده ربنا يكرمي وبنزيمة حبيبي واخويا ومسلم برضو بتاعه شكرناه جاب حداشر الف لايك البوست بتاعه والراجل بتاع اليسعف ده الرجل بتاع اليسعف ده هو هو اللي حل اللقطة يعني انت تخيل ان الراجل ده ما كانش شال زيزو كان زيزو هيمسك في السلك بس وحركتين وابتاعه ما كانش هيلف ولا يعمل الحركة بتاعه دي تاخد لقطة تبقى ايكونة ولا كان هيفهم الباور ده ولا كان هيفضل المدة دي كلها مع الجمور فاللي حل اللقطة الراجل اللي شاله يعني الراجل شالو حل اللقطة فاللي عمل اللقطة كلها هو الراجل ده الراجل ده هو الجمهور بصراحة الجمهور اه بص استنى كان في فيديو كده يا ربي كان عندي مين الجمهور هو نازل فاهم بعد الهدف وهو نازل من فوق لانهم ما كانوا فوق ونازلين كلهم بيجروا على السور اللي تحت بعدين غنوا ايه 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 اوه اله الله زمالكاوي ايه 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 كلهم بقى في صوت واحد بتلاقي بتهز الاستاذ فكان الجمهور قوي 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 فالرجل ده بصراحة هو اللي عملها كل سانت طيب يا غالي هو حقيقي اللي بتقال عن رشوة الاهل للحكام انا اسطورة في حاجات كتير حقيقية بس احنا ما نعرفش الحقيقة فين ولكن طالما كل شوية يطلح حاجة كده وفضيحة ورشوة ومتسجيلات وفيديوهات اعرف ان في حاجة من الحاجات ده حقيقي ايه رأيك في ماتش ليفربول عمر سعيود انا مدريدي وبصراحة كنت اتمنى ان يقابل مدريد مدريد ما قابل لمشوار صعب فكنت عايزة تقابل في النهائي فيا ريال كانوا فايزين اتنين صفر بس ليفربول تييل برضو انا كنت تعرف ان ليفربول هيعدي فيقابل ريال مدريد فيا ريال ويبقى نهائي ازباني كده والريال ياخدها لان انا طبعا بحية شجع على ريال مدريد يعني بس الليفر عملها ريمونتا ده ايه في 15 ديئة 15 ديئة حاجة صعبة جدا تقيل تقيل بجد تالت نهائي يعني لمحمد صلاح نهاي دور الابطال وبيوصل لا ليفربول يعني حاجة دلوقتي بس توقف هنا اقولك على حاجة مهما اي فرقة في الدنيا عملت تجى عند ريال مدريد وتسطب ليه بقى هو فيه حاجة كده اسمها ريال مدريد سيد اندية العالم بعد الزمالك الفانيلا فيها حاجة ريال مدريد واقع انت ممكن تلاقي بياخد دور الابطال في النهائي في قبل النهائي ريال مدريد ملوش كتالوب ممكن تلاقي بس مفيش اللابنزيما وفيناسيوس وكسبان باريس سن جيرمان ومطلع تشيلزي وهزب يعني مع السيتي اربعة ثلاثة ولسه هيلعبوا تاني فريال مدريد ده حوار حوار بجد انا بكلمك على نادي انا طلعت كده كأوروبية يعني انا ريال مدريد فجأة كده ليه بتحب النادي ده لا النادي ده يجد عن النادي ده عظيم قوي جاي المدريد ده حوار بجد السيتي مثلا السيتي ده لسه تقلع خلي بالك محدث برضو يعني مش نادي قوي ولا حاجة ده شوية فلوسة على كم قرش على كم لعيب على مدرب محترم بقى مانشستر سيل سيتي ده كان درجة تانية اليونايتد ده عريق برضو بس انا ما احبش اليونايتد يعني هو فيه كريستيانو حبيبي واخويا اخويا كريستيانو ده محمود عبد الرازي كريستيانو ده اخويا واحب حب محبش في الدنيا ادو كريستيانو رونالدو بس هو بيلعب في مانشستر رونايتد وفريق رخم كئيب حبوش احب تتنهام الواد هاري وسنية خرابة على سندا سندا لو يروح الريال ولا يجي الزمالك انا ما شفتش لاعب كوري او اصلا مواطن كوري او ياباني او اي حاجة من الحاجات القصيرين ده الواد مفروض الواد مفروض وتد كده سن ده تحس ان هو بيجري وهو مفروض جسمه بالتنيش مرسوم كده فيه حفيحة غريبة ده مش يعني الواد ستايل ستايل الواد سن بتاعته تنهانم ده او هاري كين اي كرة في الثمنتاشر سقط لقت جون فانا احب تتنهام بصراحة اا ما حبش مانشستر ما حبش اقولك على سر انا ماحبش لي فربول اصلي عندي هابين يوبينك بس متقولش الحد حشانين مو صلاح وبننا وبن نجريكو ولكلام ده كله هنخش في جدل. دلوقتي هنمسك في بعضينا فانا ما بحبش لي فربول اساسا من الاساس من قبل صلاح يعني فبالنسبة لأوروبا يعني زي ما بقول لك ما فيش من بعد ريال مدريد صراحة ده العشق فريال مدريد هيلعب بكرة ان شاء الله مع الستي وهيكسب الستي اتنين اتنين ان شاء الله الستي هيجيب جون ستي متخلف برضو التاني بيعمل بساطة غريبة كده وديبروين بيعمل حاجات مش يعني ديبروين بحي اللي بيعمل سروق ماشي قدامك وانت مش قادر تتصرف يعني مش عالف تعمل ايه انا اعمل ايه في السروق ده يروح يعني اقطعه ازاي فهم وربنا ديبروين ده بيعمل سروق قدام المدافعين المدافع عينه عليه بس مش قادر يجيبه يروح منه فين يعني السروق غريب بتاع ديبروين فاسمه ايه ده الستي هيجيب جون تقيه الاول فريال مدريد هيكسب ان شاء الله ده بالنسبة لأوري الابطال يعني فريال مدريد وليفربول في النهائي الزمالك والريال بس طبعا عماد البحير ياسر ابراهيم موسى حبيبي يا عم ياسير ربك ريال مدريد زمالك والباقي كله مهالك الله ينور عليك والله انت عسل وسامة كمال فورزا انتر محمود يوسف ده بشجع الانتر عايز اقول لك ان فيه في عهد تشيرت اللي انت لابسه ده ما كانش له مثيل ابو سالمة قديم انت كده قديم انت كده ومتابع جاء نهار اسود على الميلان هنا طب انت بقول لي تشيرت ده مكتوب عليه مين من وراء هو مكتوب عليه اسم بس انت ايه انه حسيبك انت تخمن ده انهار اسود على الميلان ده الميلان ده ده كان حوار في حتة التالت ساعة الميلان السنة دي تقريبا من زمن اوي اقول عليك لمحمد صلاح عمر فايز محمد الكويس من اوارنا كويس على فكرة عايز اقول لك حاجة بالنسبة الراجل بقول لك فورزا انتر ده فيه ناس شجع الانتر حد دلوقتي يشجع الانتر وفيه ناس يشجع بايرن ويشجع بروسيا وفيه ناس تشجع مثلا ايه طبعا عن برشلونة ماشي وبتاعهم الليفر ماشي تشيلساوي تلاقي واحد شلساوي غبي شلسي تشيلسي هاي فكل واحد ده فريق طبعا كده خلي بقى لك كريسانو جاي الريال يا كريسانو راجع الريال يا رايح بايرن ميونيخ فحاسس بحاجة زي كده اكسم بالنسبة بالضبط ماشي فيه ناس بشجع الزمالك تخيل ملوك بيشجع الزمالك اساطير بتشجع الزمالك زينا احنا كده بازن الله حسن عصام ده بيشجع السيتي اجمل ماتش ميلان وليفربول زمن الجميل اربعة اربعة باين ولا خمسة اربعة ماتش ده حصل فيه حوار كانوا اربعة زفر ريجو اربعة اربعة عملوا منتده كده دخلوا بتلبس تعافش لبسوا ايه لبس مازينجر دخلوا عملوا خربوا الدنيا فكان حاجة رهيبة يعني النهائي يبقى الليفر والريال والليفر البطل حتقدش حبيب الزمالك زعيم اندية العالم محمد عثمان حقيقة اخبار الصفقات ايه؟ الصفقات بقى شوية كده الله نور عليك والله يا اس اما كمال وانت عسر بنا خليك صباح الخير صباح النصر حتش اجيب الاسم والله انا بشجع الانتر عايش ماتش بكرة صعب صعب جدا لو جاي الريال ايه رأيك؟ انا اصلا ان هو يمشي من الريال دي كانت غلضة كانت اكبر غلضة وان ميسي يمشي من برشلونة كانت غلضة انت هتختم هنا وانت هتختم هنا اللف في الاندية ده بس رونالدو عمل اكتر يعني راح اليوفينتوس عمل ارقام هداف الدوري خد بطولات راح اليونايتد هو دلوقتي هداف اليونايتد صعب ان اليونايتد داخل بطولات انما ميسي فشل فشل زريع يعني ميسي ده مع ان ارقامه حلوة هناك برضو بس الدوري الفرنسي تعبان يعني لو عمل انا و احمد عادل و توماس و كمال و عملنا فرقة ممكن ناخد الدوري الفرنسي يعني بعد باريس طبعا فالدوري الفرنسي تعبان مولا بصراحة بحبوش يعني الدوري مصرق و منه مكاسة وسيراميكا كده تلاقي ماتش نار تتفرج على نيس و بيس فحاجات حرقت دم في الدوري الفرنسي ده بقى ميسي بقى اختار السهل و الفلوس فقال لك انا اروح بقى اخد لي بتاع متين الف جنيه ولا حاجة هناك فبصراحة كان اختيار ميسي وحش اوه تفتكر فريرا نجح علشان مرتضى ما بيدخلش في شغله و ما يقدرش على فكرة ولا عاد بيقتحم التمرين و ما بقاش يقتحم التمرين و حركات دي ما يقدرش مرتضى ولا يجرؤ ليه بقى اولا فريرا ما كانش بيخليه يعمل كده ده في الفترة الاولى ثانيا في الفترة التانية ما يقدرش علشان زومة الجمهور يعني فريرا مش سهل و مش صغير كمدرب اوحاد كل حاجة هتتباني يعني ده الراجل ده بيتدخل الراجل ده بيعمل ثالثا مرتضى رفع ايده من فرية الكرة عشان سايف فيها امير و امير عقلاني شوي يعني عقلاني و مزبط الامور شوي فريرا تدريب و ملعب انا صفقات و فلوس لعيبة فهو مدير الكرة فسايف كل حاجة لفريرا و اتجاه مرتضى و احمد و عياله انه كل واحد يبقى في حتة احمد في العاب الصلاة مرتضى في النادي بقى مرتضى تلاقي بيشوف مين مثلا لبسة لبس وحش في النادي تلاقي بيشوف صغارة الكلام ده كله مسك الحتة دي والاداريات طبعا والمشاكل بتاعت النادي والمحاماة والفلوس وعلينا و بصراحة بيشيل يعني بس امانة ربنا و بيشيل عندنا كتير في القضايا والمحاكم والكلام ده كله و في حاجات بيخلصها يعني بس سايف امير في الحتة دي انا بحبك والله يا سامة محمود سعيد خد اخوك من ليبيا زمالكاوي تحياتي اليكم عبد الفتاح الجعفاري والله يا حبيبه منورني السيتي هتكسب الريال لا ما تقولش كده ميسي فشل زي شيكا 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 ده بيكا ده شيكا بيكا ده عمنا لما تخلص كلمني خاص يبعث لي طايف يبعث لي مشج مسائل جمال يا غالي تامر زعفران منوري عسل حبيبه عم تامر كان فيكم منتك عايز اقراها كانت احلى كمة بين الانتر والميلان ابو موسى فاكر انت كمة ده ابو موسى انتر وميلان يا نور ازرق العالم كله بيتفرق سفين الفرقتين دول دلوقتي الميلان بقى يعمل تشيرتات اجمد تشيرتات في العالم في العالم تلبسها تشيرتات اسي ميلان ريال مادريد مفيش تشيرت في الحياة اسي ميلان عمل وحش مع هذا البديل والابيض والحاجات دي بس تشيرت الاساسي فهو اتجاه للتشيرتات حس ان هو ساب البطولات بقى ميلان تشيرتات غير بقى ريال مادريد تشيرت وبطولة تشيرت وبطولة هم فرقتين ما تشتريشها للبس بتاعه مش ميلان بس تشيرت بصراحة كان عجبني جدا يعني فرقتين ما تجيبش الاتشيرتات بتاعته اسي ميلان و الريال مادريد عندك بقى برشلونة بتعمل بترجيت كل سنة بترجيت وبتنوع فيه ناقص بس كومية للأسمنت هنا ويبقى هو بترجيت بالزبط فما تشيرت برشلونة بقرف صراحة حبوش ابدا حتى لو فرقة والله ايه تبولك على حاجة انت في حاجة مش تتخيلها انا عدت فترة عدت فترة مش حطولها قطرة بقى الخفيف عدت فترة ادور على شيرت ريال بتيس تخيل انت انا كنت عجبني بتشيرت ازاي ريال بتيس تاع دور الاسباني شيرت اقدر مخطط كده انا احب المخطط بصراحة انا اتلاقي لابسي برضو العادي مخطط طالعين نتكلم بقى اه اه احب المخطط ريال بتيس مخطط كنت كان عجبني برضو الزماليك كمان ما تجيبش تشيرت منه مفيش تشيرت الزمالي والله العظيم بجد دي حقيقة والله معادة بس بصراحة احنا عملنا تشيرت كده مكانش حلو اه 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 اتشيرت الفسفوري بتاع عمر زكي رحمد عزام ميرو فاكرينه اتشيرت ده كان وحش قوي اخوال قوي الفسفوري ده بقى او كان بديل يعني اتشيرتات الاساسية للزمالك والله العظيم تجيبها كلها وانت مغمط وماتش زمالك الجاي هيبقى اول ماتش في الدور التانية قسامة عمر هشام الماتش اللي جايبقى الجولة السبعتاشر هم 36 جولة على الاثنين متالق الماتش القابل للدور التاني على طول تيق لي يعني او هو الدور التاني فعلا بس هو كان بقي ماتشين والدور يخلص يعني بلاش تقول الكلام يزعن منك مرتدع عشان بيوصل له كل حاجة مرتدقة اهم من انه يرقب اللي بحصل في النادي والله عظيم من غير ماشي تمر خدي انت الجملة الاولانية برضى اللي اهتمام بالنادي مخددش انت ان هو بيشيل اضايا ومخدش ان ان هو بيشيل فلوس على النادي حاجات بيخفضها حاجات بيعملها لا بيعمل بيعمل وفلوس الصفقات دي مين لي بيعملها من اللي جاب ردى هيكل ورجاعه تاني ومن اللي جاب يوسفاني ومن اللي جاب بجواه في القلعب الصلاة يعني ما هي فلوس مرتضة. احنا ده احنا قلت انا في حاجات باختلف آآ معاه. جالي حاضر بسبب الصفحة يا سامي يعني ايه الصفحة مش فاهم. في حاجات باختلف مع مرتضة فيها بس في حاجات هو بصراحة بيعملها بصراحة. لا لا حق ربنا. العاب الصلاة هو مزبطة احنا. على فكرة قائمة فرقة اليد نزلت. آآ بتاعة المسافرة اللي في شهر خمسة آآ في بطولة السوبر الافريقي وكاس الكؤوس الافريقية. احنا دخلين على ايه في اليد انا برضو عايز اكتبع نجمعه في كل حق. دخلين على كاس الكؤوس الافريقية. والسوبر الافريقي. ده مع الاهل. فالقايمة نزلت. عايز اقول لك القايمة بتاعت اليد ناخد ناخد البطولتين. ناخد البطولتين. انت عندك موجود بصراحة بتاع اليد. فلا بازن الله بازن الله البطولتين دول في الزمالك يد. بطولتين قريتين. الزمالك بيستغبع في البطولات اليد بسرعة السلة رايح الامبي طبعا بطولة افريقيا برعاية الامبي في شهر 5 اللي هي فرواندا اللي احنا كنتم نلعب تصفياتها في مصر هنا من من اسبوعين كده اللي احنا اخذنا الخمس ماتشوت فيها المشكلة بقى فرقة اليد في تيكر من يوم فانتقول اسامة قال ان سيف ويحيا ماشيين اخر الموسم واحتمال فيه كمان لعب او اتنين يحترفوا ففرقة اليد ده هتنقص بعض اللعيب فلازم فرقة اليد دي بقى مهمة مرتضة وامد مرتضة لازم فرقة اليد تتدعم اول اتنين دول ما يمشوش بس هما رايحين يعني ايه ورايحين انديا قوية يعني ورايحين انديا بتلعب في دورة ابطال اوروبا واحد رايح في فرنسا والتاني رايح النايجر تقريب اسمه دي المجر المجر دي في اليد جمدة جدا التاني فرنسا سيف ويحي فلازم فرقة اليد تتدعم بعد البطولتين دول لا بالنسبة لليد يعني طايرة برضو نفس الكلام لو انت ملكش حد يا عم كل سنة انت ادينا حتة بس لو انت ملكش حد كل سنة انت ضايب داخل العيد وتعبانين نفسيا هم ثلاث ماتشات في الدوري ما كسبوش مصري طلاقي على الجيش سيراميكا السيراميكا كان قابل الوقفة بيوم فداخل متنكد حزين هو ما كسبش بقاله ثلاث ماتشات الاهلي مضيع سبعة بنت اخر ثلاث ماتشات مفروض ياخد تسعة بنت اللي بيقعدوا يتكلموا بقى ان الاهلي يخلص ويرجع ياخد المؤجلات والاهلي يخلص ويرجع يكتسح ومش هيشوف قدامه باعتبار ان ما فيش قندية في الدوري وباعتبار غرور وباعتبار ان انا اللي ما فيش واللي ما حصلتش كل ده كل ده كصص كل ده كصص انا في عمر الدرديري ده هو تقال كلمة انا بحبها قوي قال لك علب حفظينها حطينها وبيحفظها الجمهور النادي الاهلي معلبات خد العلبة دي المعلبة كأنز ده بيقول لك هنخلص المؤجلات ونرجع ناخد الدوري ده كان زايا برضو مش رابها الموظف الاهلاوي الموطن الاهلاوي احنا ساد المجر مش عارف مين في حتة تانية كده فمحصلش الكلام ده كله طبعا تلت ماتشات افقد النادي الاهلي نفسه سبع نقاط مصري طلاع الجيش وكل جبن قريش وسيراميكا كيلو باترة كان مبطلها من فترة يعالم لسه اضيع تاني ولا الدنيا ايه خدت بقى لك ان فريرة مردش يخرج الوينش رغم انه كان سكران حرفين ده بينك انه مش عايز يخسر لعب ولو على حساب الثلاث نقاط ده جميل وكل حاجة باستغرات لا 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 فريرة فريرة اعرفش الجمهور هو مش شايف الجمهور من الاخر في الحتة التدريبية في الحتة بقى الهيصة كله جمهور زمالك يحرك الحجر انت لو قعدت تنادي من هنا الاخر الدوري انه يبدأ بحازم امامه هو هيبدأ بالمسلوسي لو قعدت تنادي الاخر الدوري انه يلعب بمش عارف مين ثوان يا باشا انه هيلعب بالشخص ده لو قعدت تقول كفاية على ده هيلعب بالشخص ده خلاص هو عنده قناع لو قعدت تقول على اوباما من هنا للصبح فريرا لا ينصت للجماهير اطلاقا في حتة الملعب انا جال لي حظري بسبب الصفحة ده سوبر زمالكو انا مش فاهم القصة ايه طيب قول لي اين اللي حصل وحظري فين وجد الصفحة اصلا مش مش حيوية بقى لفترة انا مش مركز لها بصراحة خالص يا فاعد دي الصفحة دي حبيب الزمالكو حسام سمير حبيب شغل من الاول عشان الحباب عشان انا امي يتقول ادمنت انتين مهارا جدا اسموه الموال ده كل سنة انت طيب حبيب ربنا خليك ده انتو كل سنة طيبين يا جماعة والله ده انا بدأت اللايف وما انتو يجوش حتى كل سنة ولا احاج الحكومة لدينا لخوف علينا الريال والليفر يا ولد حلوة الغي كل الموعيد اللي لدي ريال مدريد بس مغاش محترفين ابو سلمة مش مش عارف كان اصدق علي ايه بس اكيد لديك كومنت تاني انا بداش تقول ابني ابني وطلع الجيش اسماعالية مش ابني طلع الجيش اسماعالية داخلية عمر زعيود حسام حسن 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 عصام بيقول لا ده الدور التاني ماشي عم حسن جالي حظركم منتك بسببها بتجمال تخسر وسيتي البطل ان شاء الله عايز ريال مدريد تخلق صفقات كلها في سرية تم علشان الزمالك او مرتضى او مرتضى الجديدة بصفقات قوية علشان انا مكنتش موجود والدولة شالتني فانا راجع وطبعا الكويد مقفول ده عقوب علينا فاخد بقى يا جمهور الزمالك صفقات وانا عارف يعني متأكد انه هيبقى فيه صفقاتين تلاتة جمدين جدا بس فيه كم صفقة كده بيتكلموا فيها انا برضو مش موافق عليها زي يعني اسمع كده ان هما بيتكلموا مع ناصر ماير وانا مش من رأيي يعني بتتملكش دعوا برأي ده حاجة كل واحد يقول ليه يجي تنظر مش عاجبني ناصر ماير بصراح او مش عايز ناصر ماير انما فيه لعيبة تانية طبعا بيتكلموا معها وبيزبطوا الدنيا معها وفيه لعيب من دولة عربية شمال افريق ماله تشيرتي الميلان اللي انت لابسه ده وتنور اجمل زمالكاوي ربنا خلي كل سانت طيبة ملك شايماء وانت طيبة ملكة محمود علابة نقطة ضعف او فاتول الماتش كان بيلعب عليه لازم مدافع في الموسم ولازم بكي من احمد اه كرواش كرواش لا هو مش قوفة بس اللي بيلعب عليه هو اي فرقة دلوقتي بيلعب عليها محمود علاء لانه هو في ظهر المسلوسي الاتجاه كله ان انا بيلعب وره او على اخطاء محمود علاء اه على اخطاء المسلوسي مين اللي بيقابل محمود علاء فالتنين اصلا يبني ده فيه ماتش من تلتة اربعة ماتشات كده لعب رايح علينا فمثلوسي زقه وقبط في محمود علاء وقع خد انذار محمود علاء قال له يحرق ابو شق للمثلوسي وقعب قلود عليه فاهم؟ المتش اللي فاده على طول الجون التعادل باسترن الواد معدي من المثلوسي لكنه موجود هوا فمحمود علاء تعبان بسبب الحتة بتاعت المثلوس دي المثلوس يا جماعة ما عندهوش اساسيات الباك اللي بيدافع طارق طارق يقول هلا والله سأل الخير عليك يا سامة محمود عبدو ماتش زا مالك واسترن شغال على قون صهر سعيد بقول لي صح الناس تخش تعمل الاستغلال بقى الحتة الاستغلالية بقى الناس تخش تعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب بتاعتي اللي فيها ايه بقى اللي فيها اللينك اللي انا هحطه للكو دلوقتي في البيو ده استنى يا والد نما نجيب اللينك ايه 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 اي اليوتيوب. قلوا. حلوة حتة ناصر مارد. احنا ما نفعناش لاعب زي ده احنا عاوزين نلعب تلاتة تلاتة اربعة بمهاجم واتنين وانجات رجالة وهتشوفوا الخطة دي كمان مع فريرة جميعا ودفعيا ده ديو سليمان. اللينك اللي انا حطيته ده فيديو على اليوتيوب مع القناة هيدخلك. اه مصلحة صراحة. ندا عالي. نطاقتي دلوقتي في المصارح. ما انت عادة من الصبح ما قولتش كومنت. يا ابو عليكو. مساء الخير عليك يا سامة ده محمد عبدو. ولا اللي بيهاجم حسن يا سامة طيبة زمان كاوي من السويد. عموري. قولي يا عموري. الحياة في السويدة عاملة ازاي? يعني ايه فعلا الحياة? يعني انا اسمع بيقولك ايه? السويد دي ما فيها السجن. لانهما بيعملوش مشاكل. فعلا ما فيها السجن. ده كان فيه هنا اقرأ ايش? صدق او مش اخب بالي. سنة بقى بما اننا بنتكلم على السويدي. فانت. همواغزة. السويد دي ايه? حقيقة الكلام ده? ما بتسجنوش وبتاعه ما بعملوش مشاكل. عمش واحد سويدي مثلا بيطلع على الدائرة السويدي روح مثبت صاحبه السويدي? او اطلع عدب اللي معك? او how much you have معك قديه? فعايزين برضو نعرف الكسة دي. هو ما بيلعبش عواد لابو جبل مش مركز وبيطلع قدام كتير? لأ وهقول لك على عهد كريم. هو انا حد سألني بعد الموتش اللي فات ده? هو ليه? ده كان كومنت يعني كان رسالة. عايز يعرف. هو ليه عواد بيطلع كتير? من وجهة نظري انا هو عواد مش طالع كتير بمذابه او هو سيبكون عواد بيطلع ايه في الورا المدافعين. يعني اقولها لك ازاي كاليبرو. يعني الدفاع الزمالك متقدم جدا. انت فرقة بتدور على مكسب. فبتلعب هجوم متقدم او بتلعب يعني الدفاع متقدم ورا الهجوم ورا خط النص هي الخطوط بتاعت فريرة دايما كتلة واحدة. فبتطلع كتلة واحدة وبترجع كتلة واحدة. فابو جبل بيرجع علشان يقفل ورا المدافعين لانه متقدمين جدا. هتلاقي مسلا طول المطش سبع تمن كور طلعهم ابو جبل بسبب الطلعة دي. بيعدوا من محمود علاء والونش كرات طويلة. فلازم لازم يكون واحد في دهرهم لان احنا بنلعب بدفاع متقدم. لو انت بتلعب بدفاع اخر في التمنتاشر ابو جبل هيفضل في الستة هاردة بتاعته. فحت التقديم بتا ابو جبل هيديمش عادة التركيز منه هو ده من ضمن خطة الملعب او من ضمن التعليمات بتاعة الفرقة. بالله انا واشتف يا نجم مصر خد راحتك يا عم حبيبي. قول اسمي يا نجم مصطفى رحيم ده انت منار الدنيا درش. الجزيري بدأ ايجي منه احمد حامد. ماتشين بس. ماتشين وهتلاقيه تاني بيحرق في دمك ودمي ودم كل الزمال كوية دولة. مساء الورد يا سمك ولسان طيب غالي على ايش هارنوب. احلى ميسة على كل الزمال كوية احلى ميسة ميسة. احنا عايزين لعبة من عينة احمد توفيق ولعبة الجزائر طار طار. طبعا بيتكلم على الجرينتا والروح لأ ما كنتش قلت احمد توفيق بقى. عينة من عينة حمادة طلبة. خليك بقى كده تقيل. حمادة طلبة. حبيبنا والله حبيبنا الزمالك. حازم حجازي. مصلحة يعني. احنا عاوزين لاش ننزل نشوف كومنتيت. كومنتيتي اللي تحت ديت. رمضان صبح لو في الزمالك ينفعنا ولا زي ناصر ماهر رأيك? ايه? لا في فرق. هنا في فرق. رمضان صبحي عدشان كورة. وغلاوي. ناصر ماهر اه عدشان كورة بس مش غلاوي. انا نروح الزمالك. ربنا وفق. وفق. وفقش خلاص. نعم رمضان هيروح يأكل في نفسه. يعصر في نفسه كده عشان يثبت انه هو من احسن اللعيبة في مصر. ويرجع تاني منتخن. لا. كسة رمضان مش زي كسة ناصر ماهر. غير ان رمضان اعلى خمس تلاف مرة من ناصر ماهر. رمضان لعيب بصراحة. كورة رمضان صبحي لعيب. اوقع بيعودي امبر الورا كده شوة بس هو العيب يعني. رمضان صبحي قلناها. الاراج دي من السويد خلي بها. اما ليه? من السويد اللي على اول الشارع. انا شايف ان نسخة احمد عاطف نفسي بداية باسم مورسي. ومن باب اولى باسم يرجع لانه مع خبرة اكبر بكير. والله يا احمد يا عادل. بس انت برضو بتعجبني شواه اقولك في انت بتتكلم في الكورة دايما. اي حد على عمر السعيد والجزيري انا قلتها بل كده هيبقى في يد. باسم مورسي محتاج فرص نص فرصة يرجع بها تاني. ان هو حلم حياته دول وقت يرجع الزمال. امبارح او النهار ده نشر صورة على الانستجرام بالدرع يعني. سنة اللي اخد فيها الدرع وكان مع فريرة بالمناسبة. فباسم مورسي محتاج نص فرصة يخش بها نادي الزمالك. وهيرجع تاني باسم مورسي. عايز اقولك انه خلاص قرب على نادي المائة. تقريبا مش عارف ستة وتسعين جونة وحاجزة كده منهم اتنين وخمسين جونة في الزمالك. مع الفرق التانية. باسم مورسي. على فكرة باسم مورسي لعيبة عمل ارقام من اكتر اللعيبة او من اسرع اللعيبة لدخل نادي المائة في الدوري او في تاريخ الدوري. انه يجيب مية جون. باسم مورسي عمل اتنين وخمسين جونة في الدوري مع الزمالك في موسيمين. كان ممكن باسم مورسي لو مكمل لحد دلوقتي كان ممكن باسم مورسي مسلا يخش له في مية وخمسين جونة في الدوري لحد دلوقتي. بس هو طبعا مش ورا ايه. ورا حاجات تانية انتم عارفينها اكتر مني. فدي اللي رجعته. ولكن اي حد زي ما بقول لك على عمر السعيد والجزيري انا متفق عليه. احمد عاطف انا قلت حوار. انا لا انا ليا بست كده انا ما بفتكره وما بنسهوش. احمد عاطف حوار حوار مهاجم حوار. بس مهاجم طالع طالع ونازل تاني. دي حصلت كتير في مصر. اقلب الدنيا اش اقلب الدنيا متشين تلاتة وتمشي معي واي شوطة جون وبتاعه وباكورد وكمان بكله. مهاجم استمر فترة استمر فترة حوارين حوارين. كده احمد عاطف دخل في سكة تانية. ماشي ورا الحلاق طارق طارق بالزبطين. مش ورا ابراهيم الصغير. من قول حراق رضا اسماعيل بنورك عام رضا. اهي تكندير لك لقرره عشان كثك موجه عاشي او الله واني فعل. شوفت لك فيديو من تلات سنين بتاع ذربيبادري حسن عصام. عادي اقول لك. الفيديو ده. كان عن على اليوتيوب. تقريبا ما كانش فيه قناة لسه. هو فيديو ده الوحيد اللي اللي انزلت على قناة اليوتيوب وكانش عليها بني ادم عمل سبعة وعشرين الف مشاهدة في فترة الليلة جدا واصلا انا مكنتش مهتمة بالقناة. يا ريت والله بسم يرجع شامق متولي. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا عمري ما حبيت. الله 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 الله. اقول لك على حال التعليق ده الف ماتش ايه? يا ريت يا ريت يا ريت يا عمري ما حبيت. الله 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 الله. قلت لكم فرقة فرصة. والمصحف فرقة فرصة. ماتش ايه? كرويات بقى كده بقى معلومات كروية بقى. وماتش يعني انا مش هلمح اكتر من كده عشان هيتعرف. بس اللي هيجاوب هيبقى بصراحة. يا ريت يا ريت يا يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا عمري ما حبيت. قلت لكم فرقة فرصة. والمصحف فرقة فرصة. الله 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 فكرتني والله راس. لا. متش ترجي ايه يعني زي متش ترجي ما فيش ترجي. اجابه لكم. واحد اقرب واحد اقرب او. ها? لا مش الكونهو. مش الكونهو لا لا. حاجة كده يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. اقسم بالله يا ريت يا عمر يا ريت يا ريتني يا عمر حبيت هلا 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 قلت لكم فرقة فرصة والمصحب فرقة فرصة ومين اللي جاب الجوم بقى دا اه استنى استنى غنية غلط مصر والجزائر غلط اغندا غلط هو اكيد متحة شلبي اكيد اغندا غلط الكنغو غلط الكنغو غلط اه في واحد جابه برينس استنى بقى استنى بقى اسمك ايه يا عم اصبر الكومنت بيروح مني لو ادها يروح اه مصر والجزائر غلط غنى غلط اغندا غلط بس واحد بس اللي جابه غنية بشتساو غلط صح انت كده صح ماتش رواندا اسمه بقى ايه دا محمود سهري والاتنين اللي قالوه صح احمد كرواش مصر ماتش مصر ورواندا 2010 لا معلومات كروية يا جدعان ياريت 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 من 12 سنة تعال نسمعه يا جاد ياريت ياريت اكماله ماتش ياريت 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 ابو تريكا فرصة المصحب برق فرصة ايه يا جدعان ايه يا جدعان المعلومات لازم تصحى المعلومات لازم تصحى معايا لا ده انا في المعلومات غبي ما عنديش يوم مرحمين يا ريت 2010 تصفات 2010 مصر وورواندا هدف ابو تريكا ده بقولك على حاج الهدف ده كان الكام في الموتش احنا فوزنا كام والهدف ده كان الكام ها عيب عليك يا اسوس انا بمس عليك من البلد وجنب حبيبك منصور منص شفت الاعدال اللي كان عيدا يا من 12 سنة كنت فين يا اسامة وقتها صدف عبدالرحمن استنى فتكير لك 16 سنة 2010 السنة اللي قبل الثورة على طول قلت في الجامعة قلت في الجامعة بقى وبقولك ايه حوار انت بقى 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 سابسي بشو عاري جايبه هنا كان في واحد اقيل لي لا 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 كنت ايه في الجامعة بس ما كنتش كنت لسه بفرغوا بالجل كنت بفرغوا بالجل واحد قال لي البنات تحب الجل قوي فرغوا بقى وبتقى وطلع على الجامعة وكنت كان دراعة ده ما شاء الله قدي كده وده يا اتشرت وبتقى او يا نهر ازرق ما فيش واحدة كلمتني تاريبا ساعتا ايام لا تنسى منك لله فكرتني ليه ويا دي يا سامة ايه كانت تحب الجل فرغ فرغ جل انا هحط الجل اجيب الجل غرع دماغي فيش حد ما ليه طيب موضوع ايه بس بعد كده بقت اجيبه على جنب علشان خلاص بيت بيت مؤدب صح الجون التالت ابو تريكا احنا كسبنا تلاتة ساعتها الجون التالت يا ريت تريكا رمضان مجدي ماشي يا عم من اجلك لا ادريك الصراحة محترم عيب عليك يا قصة انا بمس عليك من البلد وجمي ماشي قول فزورة تانية قدينة مع بعضين بينقول هات قائمة الزمال الكاملة قدامك وابدأ من حراس المرمى وتطالع ومشي اللي مش عاجبك القدم انا كنت جاي بقائمة اليد اللي انت اصدق على القائمة يعني بتاعت القدم لا انا الاسامة ممكن اعرفها اوعى الجل شمال الموتش ده خلص تلاتة وتقريبا الجون ده التالت او التاني الموتش ده الجون ده التالت طيب هقول لك على حاجة سؤال كمان بما ان انا قاعدين ايه صيع يعني انا اقول لك على حاجة احنا احنا مش لانا حاجة نعملها واحد بيحب دلوقتي في العيد واحد بيكلم بيت بتاعت واحد انما احنا ما نورناش حاجة ولا دي انا النفس ما قريش حاجة والله بلعب ليدو بخش الليدو ولا ايه شوقات عرب كده وقول لك يواجه البورس وواجه الكلب يعودوا اشتموا بعض يوم واخر المهم الجون بتاع ابوتريكا ده في موتش رواندا ده اللي متحة تشالي بقول يا ريت يا ريت يا ريت في الدي اكام يا نهار بيض قلتلكم فرقة فرصة والمسحب فرقة فرصة نكسب ستة نكسب سبعة نكسب تسعة دي اكام الجندة عندك كم سنة يا غالي يا سيناء بوهيجل انا تسعتاشر او عشرين يعني داخل في العشرين الانات باش انا اجازة من الشغل بكرة اعيد لك وانا والله اجازة بكرة ساعدة رمضان مجدي انت مصري انا حلو للدرجة دي ميرا لأ وبنتي كمان يعني اتمنى اميرا ان السؤال ده ما يبقىش هنا في اللايف سال ده يبقى في الرسائل يعني انت مصري يقولك انا واو مصري وبتاوني تقول لنا بحب المصرين جدا ونقولك طبعا وكده ما لهم العربي وحش اخسارك وانت باحترمك يعني ايه العرب مش مين علاقة العرب ما احنا وجرنش جنب العرب قال اديها ستة من الوقت الضايع الشوت الاول اديها خمسة الخمسة لا غلط ما هو الاسئلة كلها جات في الماتش ده بقى خلاص الشوت الاول بلاس خمسة لا ازاي طبعا ازاي ازاي مش الشوت الاول خالص الهصة بتاعت ميت حتشال ابي دي لأ يلا با ننزل نلعب بلاستيشن ما ماليش فيه تخيل بقى ان انا بالشقاوة دي وماليش في البلاستيشن انا برعب يابانية لحد دلوقتي بجيب جون بنجومة اه والله السؤال ده في نفس التصفات الفين وعشر منتخب مصري فاز على زنبيا في زنبيا كام ومين اللي جاب الجون بس ما تجيبهاش من عننت قدامك احمد زازو اه احمد زازو جعلت انا عايز اعرف ايه موضوع العرب ده مساء الفل اللي اقدع زي ملكاو سعيد الدهان اخر خمس ده ده مظبوط صح الجون ده في الديئة والهلك بالزبط انا يعني جبتلكه عشان اسمع الصوت بس انا كنت عارف في الديئة خمسة وتلت ثواني بالزبط الجون بتاع ابوتريكا في ماتش ارواندا ياريت 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 سعين احمد زازو اخر خمس ده انت مصري باش انا اجازا مش ماش ياريت ندعم اللعبة بتاعتنا ده ريدا اسماعيل كومنتات ما عايش بتتلغبط شوية وكده فيا ياش ايه زكراته لما تجيب جنب بتستوت على رجل يا ديني انت قلت انو بلعب وفيش شوت اه انا بلعب وفيش شوية عرب بيشتموا بعض مش عرب بيعمل اللي هم العرب بتوعنا دول انت منين بس عشان قبل ما يعني استسنى الحتة اللي انت منها الخلايجة اصطا بيعودوا يشتموا عن اللعبة اين مشكلة يعني بتخش يعود يقول لك يا انت مصري مش عارف ايه ويشتم فيك فده طبيعي ده في اي لعبة تخش في باب جي تخش عالطيارة يقول لك يا مصري مش عارف كزا بتاع في في عبدو بتاع اللي همش ينفع فسط انا الكلام ده كل يعني فاي لعبة كده ده الخلايجة فكده انت اه فهم ان انا بغلط فيهم صدفة لا ده يعني بغلط فيهم ايه بقول لك بيقولولي يا واجه الكلب وواجه البورس اغلطت فيهم ده انا اغلطت فيه انا حسن عبد الربو اللي جان الجن بتاع زامبيا هناك بغشيش اكهو استنى كده السؤال كان اه حسن عبد الربو اللي جاب الجن في زامبيا هناك التعمية ضد الكابسة رمضان ما ايه والله في رومات بتبقى كده روم طعمية وصد روم كابسة يا ابن الله ايه انت بتلعب بابجي كل سنة انت طيبة غالي خالد الحظ خلي بالك في ناس قامت تتصحر تمام اه كانوا كاتبين يعني هنا فانا عايزة اوضح لك في الامور امور ان بعد رمضان على طول بيبقى فيه ستة البيض دول بعد يوم العيد انا مش شرط يعني مش شرط تبدأهم بعد يوم العيد انت بتفتر طبعا وكل عيد ومساعدنا بيها والكلام ده انت بتبدأ بقى من تاني يوم او من تلت يوم عشان انت متعود على الصيوم زي الحج اللي باركله بيتصحر دلوقتي علشان يصوم الستة البيض انا صراحة كنت بصومهم في سنين كده فاتت بس فترة دي عشان الشغل وكده بقيت الاخلاخ فيهم يعني هما طبعا سنة الستة البيض دول ممكن تجرى عنهم لان في ناس قامت تتصحر بسببهم فالناس يعني ممكن تستغرب صحور ايه دلوقتي ده صحور الستة البيض اللي كان بيصومهم النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة وانت كويس ميرا وانت كويس اميرو كل سنة بواسوس الفريق الفاروق عمر اخر حوارات بن شرق يا شقة اعرف حمزة صار اعرف حاجة بس انا مش يعني مش مت جيش تقول مثلا مسامال بس الكلام ده انا عرفه من ناس معيناء ان بن شرق موافق على التجديد وان سعره او اللي هو كان طلبه قلل فيه شوية ولكن ادارة الزمالك حابة تحط مبلغ اقل من كده فلسه الموضوع ماشي في الحتة دي بس بن شرق عشان تبقى عارف عشان برضه تبقى عارف بن شرق عايز فلوس وبن شرق اول ما يلاقي عرض قوي هيمشي بن شرق يتعامل ان هو لعيب محترف هو فعلا دي حقيق هو مش ابن النادي ولا ابن الزمالك ولا احد فلوس يا باشا هكمل فلوس قليلة هيشوف عرض اقوى بفلوس اقوى وهيمشي فانت ما تتوقعش ان بن شرق يقعد في الزمالك كتير زي ما انا كنت متوقع في يوم الام ان فرجان السياسي هيمشي ومشي يعني انا قلت الناس دي مش دايما الناس دي هتمشي في يوم الام فهمش الرجل تلعي من مطروح في الاخر مرسى مطروح من عرب مطروح ده ما شافني بتكلم على العرب دل ده مطروح يا عم زي ده انا نفس اروح مرسى مطروح والله والله اما روح توقع بلي كده بقولك البحر هناك بتشوف صوابع رجلك وانت في المية تبقى واقف كده طويل طنش كده وتشوف صوابع رجلك تحت من نظافتها بتكلم على العرب ياسطى الخلايجة والناس دي هت في اللعبة دايما انت لهم بيشتموا حاجات دي والمصرين يعني ما يتوصوش طبعا مصرين بقى بيعملوا اصوات مش بيشتموا ده بالنسبة للرد على سؤال بن جاري علي معلول قعد مع الاهلي سبع سنين يا عم حسن عصام في فرق يا حسن ما بين علي معلول واشرب بن جاري علي معلول خد بطولات افريقية خد مكافئات خد ملايين ملايين مولمة اسمحي ملايين ملألفة خد الدوري خد تقريبا كل البطولات مع النادي الاهلي خد كل انواع المكافئات مع النادي الاهلي مشوار علي معلول ميس زي مشوار بن شاد ده حاجة وده حاجة تانيا حالي بقت معلول ليه ما ينشيش ليه يعني ليه ما يعدش ده واحد بياخد كل اللي هو عوزه واحد بياخد بطولات في القراءة كلها ما حدش بياخدها دي حقيقة مه حدش قدر ينكرها واحد راح كسل عالم مرتين تلاتة تقريبا علي معلول اللي بشعب ستة مرات باين فلا قصة ده غير ده خالص اللعب في الزمالي غير اللعب في الاهل عشان نبقى متفقين ده علي معلول لعب سما ما يشيقرنها دي طريقة هيجدد بنسبة تسعين في المية خمسة وتسعين في المية طريقة حامد هيجدد تعرف حاجة عن مين عن طريق حامد أو لسه بنتكلم عنه والله العظيم اللي أنا عرفه أنا برضو بحبش عامل وأن أنا في الصفقات دي جن بس أنا زي ما قلت بنبقى على صفحات بنبقى جروبات بناخد أخبار بناخد مش عارف ايه كده يعني أنا صفحات فيها يعني فاللي أنا بقولولك ده مش قانونا يعني حبش أنا أخد صبق والحاجات دي ماليش فيها بس طريقة هيجدد جنزي دلوقتي على أحمد حامد أوه إيه أليه الله زمالكاوي ده التشجيع اللي قالوه أول ما أحمد زيزو جاب الجن ونزلوا عليه كلهم بشغلها تقريبا كل شوية قال لك يولع الخليج يا ابن بلدي أيوة كده يا عم أيوة كده أنا أكد أنت بقى حبيبي لا ما يولعش الخليج برضو ولا حاجة لأن الخليج آخواتنا وحبيبنا والخليج تمانية وتمانين في المسى فالخلايجة حبايبنا عشان بيشجعوا الزمالك. وبرضا عشان اخواتنا برضو بصراحة. يا عم خلينا ما نغلطش في حد خال. انا قلت لعبة بيحصل فيها كزا بس. مين هو اللاعب صاحب هدا في التعادل في مرمى مازينجر. ايه مرمى مازينجر ده? احمد زازة. ده بجد ولا يعني اكيد كابتن ماجد طرامه وطبعا في مرمى مازينجر يبقى كابتن ماجد. السؤال اللي بعده. وسامل غالي محمود مودي حبيبي ساسي ودونجا كل سانتو طيب واجهزة سعيدة مايسترو. اه جايين يعني? ماشي. دونجا بيراميدز? عارف ليه? عارف ليه دونجا ممكن يجي الزمالك? برضو انت يعني اسيبك ترد. كان على موضوع علي معلول طبعا. لا اللاعيبة عايز اقرأ الكومنت بتاع اللاعبة ده يا اسامة. مساء الخير يا اسامة. انا احمد زيزو. انا احمد زيزو. اما انا ليه بقراها زيزو? كنت عايز اتكلم معك في سباكات الزمالك? الزمالك يحتاج كل لعب في كل خط يكون صاحب شخصيك ودولات مهارية يكون لعيب كورة. احمد زيزو. دي اكيد طبعا. انا بشجع الاهلي ميرا. لا اشجع الزمالك يا ميرا عشان نحبك كده هو. نبقى صحاب. شجع الزمالك خلطولها نبقى صحاب. عسل والله يا حمزة ربنا يا خليت. تتوقع مين المهاجم اللي هيجيبه الزمالك? محمود سيف. اتوقع مين المهاجم اللي هيجيبه الزمالك. الاهلي لو ما دخلش بشكل قوي بفلوس قوية فاحمد عاطف فالزمالك هيجيب احمد عاطف. دي حاجة. الحاجة التانية. رجوع مروان حمدي. ودي هتبقى الاسف مش عارف ازاي بس مروان حمدي لاجع اخر الموس. الحاجة التالتة. ان احتمال احتمال عمر السعيد يكمل. واللي هيمشي هو سيف الجزيري. فاحنا ربنا يستطيع عن المهاجمين بتوع الزمالك الفترة اللي جاية. فاحمد عاطف هيبقى افضلهم. لو انت عايزني اتكلم عن مهاجم الزمالك يجيبه والزمالك حاليا فعلا بيفوضه وفيه كلام مع امبي هو جون ابوكا بتاع امبي. ده اتمنى ان هو يجي الزمالك. حراسة المرمى ابو جبل يمشي. تعا نشوف الراجل ده بيقول كلام زمالكي وحلو. نفسي بس الكومنتي يثبت. يعني نفسي حطت صباح عليه كده ما يمشيش. ده كومنتي لا عايزة اقرأ بس ولا بيطير. ابو جبل يمشي ورجع صبحي وجنش. لا انا مش مع ان ابو جبل يمشي بصراحة. بصوا ابو جبل لو فكوا بقى من الحتة اللي هو اوقع فيها بعد الامم دي ليكمل عادي. بصوا الموقف الوحيد اللي مش هجيبني في الجبل بساعة العربية. واخطاءه كده كده احنا عندنا كل اللعبة بتغلط يعني. الدفاع عبدالغني ومحمود علاء يمشوا. هيبقى الوينش ومحمد شبانة. ولازم نجيب اتنين مدافعين كمان. حاجة كمان. محمود علاء لو رجع للسيزن اللي فات لقى اللي قابله يكمل. فضل عن مستوى ده لا يمشي. مع عبدالغني يمشي. اه رجع شبانة وقت واحد كمان. ماشي. المشكلة ان الكومنت بتاعك بيروح. باك يمين ماشي المسلوسي وحازم امام ورجع احمد عيد وعمر كمال. حصل. باك شمال رايق معاك. تاريخيا باك الشمال في الزمالك رايق. نص الملعب. ماشي اسلام جابر وروقة وطارق حامد. ماشي اسلام جابر وروقة وطارق وهات دونجة وساسي ومهند لاشين ومجلي. لا مش متفق معاك في طارق. اسلام جابر وروقة ماشي. طارق لا. هات دونجة وساسي ومهند لاشين ومجلي. موافق عليهم كله. صناعة اللعب اقتل اوباما. مش ماشي. ماشي يعني ده لازم يمشي فعلا جناح يمين ماشي وبقى ونجمه هات محترف هات محترف جناح يمين هات محترف ماشي خلاص بص هو ما فيش حد هيلعب نحية اليمين على زي سيد زيزو فهو اكيد كده هيبقى بديل يعني جناح شمال ماشي بن شارقي وهات رمضان صبح لو بن شارقي متفق انه هو يعد في النادي يعود مش همشيه على طول لا لو هو فيه اتفاق ونعد وفلوسك واحد اتنين تلاتة وتمام وتعد وبين شارقي بن شارقي اللي احنا يعرفينه يكمل المهاجمين ماشي عمر الجزيري عمر السعيد والجزيري رجع عسامة فيزة وبس المرسي وهات محترف عليه متفق على باسم مرسي وانه الاتنين مش طبعا بس اقسامة فيزة المزبزب عنده شوية يعني مش عادي لسه محستوش قوي كده تعشت وطلع كم ناشي وبفلة وتتفق معي قلتلك عليهم طبعا كلهم واحد واحد انا شايف ان شكري نجيبي يجيز زمالك اي رأيك وعمر هشام لأ برضو عايز كينو بتاع بيرامدز اي رأيك لأ برضو لان كينو داخل فاربعة وثلاثين سنة تقريبا انا مش عادي لما بقى جماعة باقي الدولي شادي عيسى بقول في صفقات اجنبية قوية في صفقة من شمال افريقيا عمتا يعني انا شايف ان شكري نجيبي يجيز زمالك دي قلناها ولا مهند سهلي جدا تشجع كرة صعبة تكون زمالك ولا مهند ولا مجل يا اسامة لا مهند لاشين ماشي مجلي ممكن نتكلم فيها بس مهند لاشين نتكلم ماشي عارف ليه لان مهند لاشين بقى لعيب دولي خد الصقراح المنتخب لعب ماتشات تقيلة دي الشخصية انا عايز لعيب عنده شخصية لازم نرجع السفل مستفى فاتحي خالص او سمام جاهد خالص الوقت سايد نمار ده هيبقى جامد عايز عايز يخس شوي جسمه تقيل عايز يبقى قرشك وقع حسن من كده شوية جيم جسم مفروض الوقت بصراحة بصراحة المثالي المثالي علينا البرفكت في حاجة كده في اللغة الانجليزية يعني ده متكامل مثالي احمد سيزي اللايف بيقطع شوية وباقي كده كده عمتا خمس ده وهنقفل لان الفجر هيأزنه احنا ايه؟ هنقوم نصلي ام تلاتين ندص على ايه؟ امباور مينة هداشر ماشي ارأى الفرجوع ساسي ولا يجي يحيى جبران سعيد مارو لا يرجع موافق ان يرجع يعفرجان ساسي الفرجان ساسي المشكلة الوحيدة معايا ان هو مشي في توقيت احنا كنا محتاجينه بس هو في الاول وفي الاخر انا عندي كده كونسبت خلاص بقى اسمه اللاعب المحترف بيبقى فيه بيننا اتفاق الاتفاق ما وصلش معايا خلاص اقدر اشوف نادي تاني واخد منه فلوس والم الدنيا قد تاني لو هو يفيد الزمالك وممكن يرجع تاني انا ما عنديش مشكلة انه يرجع تاني بس بشروط الزمالك بساعتها بشروط الزمالك مش بشروط اللاعب انت مشيت بشروطك لان احنا ما قدرناش نسددلك طلباتك لو هترجعك تاني او المدير الفن هترجع تاني خلي بالك مهد السفقات كلها في ادارة المدير الفن في رقل عايزه مسلا يرجع بشروط الزمالك هنا بقى في الحتة دي هنا انت تكسب بقى النادي تكسب الجمهور تكسب مجرس الادارة يرجع في الجن الساس لو كان عايز يمشي لما مشي وعايز مك جيني واحنا ما قدرناش فريرا عايزه واحنا هندي خمسين جيني مسلا موافق حابي بيرجع النادي ساعتها ماشي مش موافق لا خلاص يبقى قصته معنا انتهت وخلاص ليه لانه طلب المدير الفني ما طلبش عم فريرا فريرا طبعا يعمل اللي هو عاوزه لان فريرا الوقت بصراحة هو فرقة الكورة اجمل زي ملكوا في الدنيا يقول لها نهارة ابيض احمد خطاب حبيب والله احمدش عارف نهارك ابيض دي احنا عندنا بنقول هكي نهارك ابيض فاهم سما فيصل لسه بدري عليه مصطفى محمد اتمرمت فانديها مصرية حد ما رجع بيطلع نار من بقه مش متفق معك في شكر ناجيب انا مش ولا انا ما اتفقتش فالازم فيصل ياخد خبرات انا نفسي يجي الزمالك من زمانه محدش يبص عليه اه خالص طب ايه في اللايف بقى وبعاديها روح صلي الفجر اقول ربنا هصلي اه والله يا رمضان لو راح الزمالك هيبقى في مكان تاني خالص دي حقيقة لانه هو عايز جمهور وبعدين هو لعب عنده امكانيات ايه رأيك فعبدالله ياسين بتاع المولين العرب لا برضي بصراحة يا عمر احمد شريف جامد جدا اقولك انا على لعيبة في الدوري بص يا جماعة بصراحة نادرا اوي في الدوري لما نعيب اقول عينك بصراحة عندنا مواهد تعبانة اوي يعني احنا عندنا بصراحة الدوري بيطلع شوية حاجات زي هزا الشارع فتلاقي فلاتات كده بس هو الخط اللي في شعرك راح فين خطي هنا كنت اعمل رصيف كالتعربات بتعدي من هنا الخط اللي راح في شعر راح مش عارف نجيب محمد ريدا بوبو في يوتشار لا لا ورضه الزمالك بيلعب بروح مشوفناش من زمان احلى زمالكاء بيحبك في اللعندي اهلوية اصحابي بيحبوك على فكرة عماد علي سلم لي عليهم كلهم وانت كمان سلم لي عليك انت اكتر بالان انت زمالكاء الزمالك بيلعب بروح مشوفناش دي علشان فريرة عشان حاجة تاني خلي بالك مستحقات لسه ضيعة فلوس مش قوي كل ده لسه بيتمتم يعني لسه بيماشي في الطريق بس كل ده علشان فريرة الحاكم الامر الناهي على فرقة الكرة انا طول عمر يحب المدرب ده عارف مين كان كده مين كان كده مين كانش يحب حد يخش فرقة الكرة مين كان يقفل على الفرقة مين ما كانش يحب الشغل اللبش بتاع المؤتمرات والكلام ده كله ولذلك نجح كده انت عارفه طبعا ما رأيك فيه عموري عموري الاماراتي ده اللي يعني النبي ده كان بيعزب بهامك ده يا باشا وسماء جلال مساك جامد اه وسماء جلال مساك حلو محمود مودي بقول لك يا ساما في مهاجم نسخة من جيمي فاردي وخالي بيبو محمد زان مهاجم مصري قدر تقول مين واتحدى قدر تقول لي مين واتحدى انه هيعجبك في الدور المصري ولا فين في الدور المصري ولا فين طبع عبد الكبير الوادي بتاع سموحك اي رأيك فيه لأ برض يا عمور انا عن نفسي يعني دي لعبة كويسة في قم ديتها بس ما تعملش اهل اضافة للزمالك برافالك الزمالك محتاج مهاجم سوبر ده اكيد انت زي ما تكون محترم ربنا يخليك جرس جرس احمد عادل والراجل حسن عصام برافالكو وجرس كان اللي لافل على فرقة واللي ما يحبش المؤتمرات الصحفية وما يحبش ان هو يتكلم كتير قوي اي مدرب من الشخصية دي يا جامعة تلاقي بينجح ايه اخبار الصفقات تامر خلي الصفقات قدام شواني بقى نتكلم فيها طب زيزو بنشرق لما بيغيبوا حرفين ما في الشراسة وبالذات زيزو لان زيزو يعتبر بيلعب باك وهاف لحد ما نجيب باك لا انا هزول لك زيزو بيلعب باك وهاف وبشوت الفاولات وبشوت البلنات وبطلع عمره من بقى حلق ربنا يحفظه يحميه انا احمد رفعت لازم يرجع ورزاق سيسي يمشي انتفق معك برضو وان احمد رفعت لو استمر على المستوى اللي بيقدمه ده يرجع الزمالك بس احمد رفعت بيهنك كده تلاقيب بيعرق جمد لان هو مش لعيب بدني هو لعيب مهاري فعايزين ان نرفع ليكتو البدنية شوية احمد رفعت احنا في بلد الفجر على الساعة الرابعة والنصف احنا هنا تلاتة ونصف وانت منين احنا معرفناش احنا انت منين انت منين يا ميرو امام عشور نفسي يركز اكتر ويبطل البصل غلط لعب جامد جدا عماد علي اللي غور يغور عندنا امام عشور امام عشور فترة اللي جاية دي لو تزبط حاجات في ننفوخه ده هيبقى من احسن لعيبة في مصر وعلى فكرة امام عشور هيبقى في المنتخب فترة طويلة للفترة اللي جاي لابا كوجة اكسامة او موليكة لعيبة جامدة طبعا بس هل يجوه يعني اقدر نجيبهم الزملك تقدر على مرتباتهم وفلسهم عمور هي اكسامة او احمد الشيخ نهائي احمد الشيخ نهائي نجدد لرزاقه نطلعه قره ونشوف حاس انه هيتحول ممكن ده حل كواس جدا معا فكرة انت تشتغل اداري تجدد له وتطلعه والله عجبتني في الكمنت ده انا اكتر واحد بكراف الزملك هو بنشارق المسلوسي ووباما وبنشارق مدلل اوي وليه سنة ونص اكمالة في الملع بصراع حقك مقدر شوال اكتر من كده ايه رأيك في الباكي اللي مين عماد علي اللي هو مين بالزبط في الزملك احنا عندناش باكي مين احمد الكندوسي لعب وفاكس طفل لازم يجي الزملك هنشوف يا عم زملك الملك هتلاعبه الاهلي هنشوف بقى الكندوسي ده يعمل ايه هنشوف بقى الكندوسي ده يسجل هاتريك هتسجل هاتريك هنجيبه المفروض ندعم جميع اللاعبين ابو حنيك في لعيبة بصراحة انا ببتعب نفسها لما بدعمها بصراحة بصراحة ادعم واحد زي سيف الجزيري ده ازاي او المسلوس ازاي تقول ليش عمالي اسست الماتش اللي فات جاب الجون وما تقول ليش جاب جون في المصر ده واحد بيجري وخلاص ده رأيي فيه وهيفضل رأيي فيه انا بغيرش كلامي حتى لو تحسن ماتش او ماتشي سيف الجزيري مايلعبش في نادي الزمالي سيف الجزيري يلعب في اي نادي في الدنيا بس بيجري عن نادي الزمالي او يا وسامة موليكا نادي طالب راسمي مليون ونص دولار مليون ونص دولار استنى الالة هنا مليون ونص دي بتكتب ازاي المليون هقاح ادنين دهات اربعة خمسة في سبعتشر جنيه جنيه دلوقتي الله يبارك لك الله يبارك خمسة وعشرين مليون جنيه علي محمد بقول انت عظيم يا كبير بس ممكن رأيك في سعيد ميسي من سعيد ميسي الكندوسي اللعب راقم ثمانية فمش هيجيبها اترك معلش يا صاحبي انت قول تلعب جامد وفاك ستيفي يجيبه يجيب كرة من فاول ويجيب بلن ويجيب شوطة من بعيد ايه المشكلة احنا احنا جبنا جوان من مهاجمين احمد الكندوسي من ولايتي وفاك ستيفي بقى انت من الجزائر كده فهمنا انت عظيم يا كبير اخليك والله حصل والله في جزري ده حاجة خارة والله يوسف بأس والله يوسف مزنقك تحليفش مليون سبعة سفار اه بجد والله ست سفار اشتغلين ايه المليون ست سفار واحد وجنبها ست واحد نتة اربعة خمسة ستة في تمنتاشر جنيه زائد بقى نص التمنتاشر كام ام خمسة عشرين من اللونجين على النعمة انا ولد ارد جبتهم من اول مرة احمد السيسي اللاعب الجيش والله جامد اه بصراحة محمود مودي ام برضو السيسي حلو السيسي في اي مكان حلو احسن باك شمال في الدوري مين من وجهة نظرك حاليا مفيش احمد غير احمد فتوح بصراحة اللي بلعب كورا من فترة انا رجعت الوراء بقى من فترة كان علي معلول كانش فيزا علي معلول في مصر يعني اجذب عليك لو قلت بحبك واجذب عليك لو قلت ان كان في حد احسن من علي معلول في مصر بس طبعا علي معلول خلاص فاكتر واحد الوقت بيعجبني كباك شمال احمد والغريب خد مني دي بقى مش هتصدق انا مكنتش بحب احمد فتوح خالص خالص وكنت بكراه بكل ماتش عن التاني في الزمالك بالذات والكباري والحاجات دي مكنتش تاكل معاه زوز الحراء نار الدنيا فسيف محمد بقول حبيب حبيب عم سيف طيب انا هقفل علشان في صلاة الزنت ولازم احنا انه راح نصليها اللي قادر انه راح نصلي في الجامع لا اللي قادر يلا انه راح نصلي في الجامع نارد عيده ونتقابل امتى بكرا نطلع علي بكرا بعد ماتش الريال والسيتي ونشوف مين احسن باك شمال هو عبد الشافي ده ده طبعا ده ده كده كده يلا اشوفكم على خير صباح على خير عشان يروح يصلي الفجر ونتقابل بكرا تفتكر الدور زمالكوي اه ان شاء الله بنسبت مية في المية الدور زمالكوي السنائي اه لو اللاعبة استرجلت وفضلت على النهاية لو متعدلة تكسب او مهزومة تكسب تاخد الدوري مستريع ولو لميت النقط اللي جاء لك كلها وبعدت عن الاهلي في مؤجلاته هتضغطه ومش هيكسب كل الماتشات وهتاخد الدوري زي السنة اللي فات اه شرفتوني ونورتوني احلى زمالكوها في الدنيا هنطلع علي بكرا كده برضو لو الدنيا مزبوطة بعد ماتش الريال والسيتي نتكلم مع بدانا شوية والريال في النهاء ان شاء الله يكون الريال في النهاء صباح على خير